يعاني القطاع الزراعي في العراق من وضع بائس ومترد بسبب اعتماد الحكومات التي تعاقبت عليه منذ عام 2003 على النفط وإهماله القطاعات الأخرى الرافدة للاقتصاد وعلى رأسها الزراعة إصرار هذه الحكومات على تهميش الزراعة كشف عنه مؤخرا ما قام به الوفد الحكومي الذي زار لبنان ببحثه مع الحكومة اللبنانية مقايضة نفط العراق بمنتجات زراعية لبنانية خبراء في الاقتصاد اعتبروا النهج الحكومي الساعي لإغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية الأجنبية أمرا خطيرا فهو يفاقم ضعف قدرة المنتج الوطني على المنافسة ويزيد من تدهور التنمية المتواصل منذ 17 عاما كذلك يرفع نسبة البطالة والفقر ويضر بحركة السوق والقطاع الخاص بخروج أموال كثيرة من العراق لاستيراد السلع الأجنبية خبراء الاقتصاد يؤكدون أنه في عام 2003 كانت المساحات الزراعية المستغلة تقدر بحدود 48 مليون دونم وكان العراق قد وصل تقريبا إلى حد الاكتفاء الذاتي أما الآن فالمساحات المزروعة تقدر بنحو 14 مليون دونم فقط وذلك بسبب اعتماد الحكومات السابقة على الاستيراد في كل شيء تدهور قطاع الزراعة في العراق أكدته منظمة الزراعة والغذاء العالمية فاو بإدراجها مؤخرا العراق ضمن أكثر من أربعين بلدا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية وهذا ما أكده خبراء الاقتصاد الذين رأوا أن العراق يعيش أزمة حقيقية رغم المحاولات الحكومية لنفي صحة التقارير الدولية بزعم أن الأسواق المحلية تشهد وفرة بالمحاصيل الزراعية الموسمية ويؤكد الخبراء أن العراق يواجه مصاعب مختلفة منها غياب التخطيط بين الدولة والمزارعين وعدم حماية المنتج المحلي بضبط المنافذ الحدودية حيث تتسرب كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والحيوانية كذلك كشفت لجنة الزراعة النيابية عن تحديات كبيرة يواجهها الفلاح العراقي سببت له ولا تزال خسائر فادحة فأبعدته عن الزراعة وبينت اللجنة أن البيئة الحالية في العراق طاردة للمستثمر بسبب الفساد وتحكم بعض الجهات بالصناعة المحلية بشكل سيؤدي إلى مزيد من الدمار في القطاعين الزراعي والصناعي اشتركوا في القناة